ولا بد لك من طريق مع الله حينما نتكلم عن هذا فإننا نتكلم عن أعظم قضية في الكون كله ليه؟ اللي هي قضية القلب وقضية الوصول إلى الله يعني الإيمان ولذلك نقول لا بد لكل إنسان أن يضع لنفسه منهاجا يعرف به كيفية الوصول إلى الله عز وجل هل فعلا سأل قلبه وقال أتستطيع أن تصل إلى الله؟ أيضا لا بد أن يعرف متى يفرح به الله ومتى يغضب عليه الله ومتى يصل إلى الله الإيمانيات الموجودة في قلبك بماذا تتحرك؟ كيف يزيد الإيمان في قلبك؟ كيف ينقص الإيمان في قلبك؟ البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الإيمان وقال قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس ثم قال وهو قول وفعل ويزيد وينقص وجاء بأشياء كثيرة حتى أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أرسل إلى أولاة البلاد وقال إن الإيمان له فرائد وشرائع وسننا وحدودا فمن استكملها فقد استكمل الإيمان ومن لم يستكملها؟ لم يستكمل الإيمان فإن أعش فسأبينها لكم وإن أمد فما أنا على صحبتكم بحريص إذن لابد للإنسان أن يعرف نسبة الإيمان في قلبه ويعرف كيف تزيد هذه النسبة ويعرف هل زادت النسبة أم لا أم نقصت ويعرف ما هو الشيء الذي يؤثر في الإيمان في قلبه حتى يزداد ويعرف أيضا كيف يحافظ على هذا الإيمان ويعرف أيضا أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ودائم القول يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك إذن لابد أن يذكر الإنسان ربه حتى يعرف ما هي الأسماء التي تؤثر في قلبه تأثيرا كبيرا وإذا أثر في قلبك تأثيرا كبيرا فاعلم أنك إذا دعوت الله عز وجل بهذا الإسم الذي يؤثر فيك فإنه يستجيب